إلى هذا عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعا بمقر جامعة الدول العربية لبحث تواصل عدوان إسرائيلية على قطاع غزة وخلال الاجتماع حضر رئيس البرلمان العربي عند العسومي من التدعيات الكبيرة المترتبة على الانهيار الذي يشهد القطاع مؤشددا على العمل على حجد دول العالم لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار ودع العسومي إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا بدلا من الصمت لوقف حرب الإبادة التي يرتكبها العدوان الغاشم على غزة نؤكد بأن البرلمان العربي يدعم الصمود الفلسطيني وأن الصمود الفلسطيني قد حقق النتائج المرجوة وقد قلب الموازين والآن الوضع على رغم التكلفة العالية التي قدمها الشعب الفلسطيني والذي أعطى درس في كيفية الصمود وكيفية الدفاع عن حقوق الشعب المشروعة نؤكد بأن النتائج التي حققها الصمود الفلسطيني الآن الوضع تغير والآن التعاطف والدعم الدولي للأخوة الفلسطينيين قد وصل لمستوى جدا عالي إضافة لأن هذا الصمود وهذا العدوان بيّن لوحشية الاحتلال ترجمة نانسي قنقر